أمامكم منحنة دالة Y يساوي 15 على X وعليكم إيجاد المساحة المحصورة بين منحنة دالة ومحور Y وهي كما ترون محدودة بين قيمتين لـ Y القيمة الدنيا أو الحد الأدنى هو الخط الأفقي Y يساوي E والحد الأعلى هو الخط الأفقي Y يساوي E تكعيب أوقفوا الفيديو وحاولوا إيجاد المساحة بأنفسكم حسناً، ابدأوا بكتابة معادلة المنحنة بدالة X اضربوا طرفي المعادلة في X تحصلون على XY يساوي 15 وبقسمة الطرفين على Y تجدون أن X يساوي 15 على Y كيف يساعدكم هذا في إيجاد المساحة؟ حاولوا التفكير في هذه المساحة على أنها مجموعة من المستطيلات هذا مستطيل وهذا مستطيل آخر وثالث هنا، ما هي مساحة المستطيل الواحد؟ عرض المستطيل الواحد يساوي X والتي تمكنتم من التعبير عنها كدالة لـ Y كما فعلتم قبل قليل وعليه العرض أو X لـ Y يساوي 15 على Y أما طول المستطيل الواحد فهو عبارة عن تغير صغير جداً في Y أي DY بناء على ذلك، مساحة المستطيل الواحد من هذه المستطيلات تساوي 15 على Y ضرب DY وحتى تجدوا المساحة بين المنحنة ومحور Y عليكم أن تجمعوا مساحات جميع المستطيلات المكونة لهذه المساحة من Y يساوي E إلى Y يساوي E تكعيب بعبارة أخرى، عليكم إيجاد التكامل المحدود لهذه المساحات من E إلى E تكعيب المشتق العكسي لـ 15 على Y يساوي 15 ضرب اللغريتم الطبيعي للقيمة المطلقة لـ Y وعليكم إيجاد قيمة المشتق العكسي عند E تكعيب وعند E عند E تكعيب، تحصلون على 15 ضرب اللغريتم الطبيعي للقيمة المطلقة لـ E تكعيب ناقص 15 ضرب اللغريتم الطبيعي للقيمة المطلقة لـ E اللغريتم الطبيعي لـ E تكعيب يساوي 3 واللغريتم الطبيعي لـ E يساوي 1 وعليه مساحة المنطقة تساوي 15 ضرب 3 ناقص 15 ويساوي 30 انتهى الحل انتهى حل